السلام عليكم ورحمة الله سوف نقوم بأخذ كوب ثم نضع فيه ملعقة صغيرة من ظهور البابونج حيث أن البابونج يسيطر على تطور مرض السكري ويساهم في تخفيض مستوى السكر في الدم وكذلك تخفيض إصابات خلايا غدة البونكرياس الناتجة عن ارتفاع مستوى السكر في الدم نضيف كذلك حبتين من ينسون النجم أو بما يسمى بنجم الأرض حيث أن هذه النبتة تعمل على تحسين عمل بونكرياس حتى يتين تجنب أضرار مضاعفات مرض سكري الخطيرة وأيضا تساعد في إسراء التئام الجروح عند مرض السكري نضيف أيضا بعض من حبات النبق أو بما تسمى بثمر السدر والتي تحتوي على مواد تساعد على تقليل مستوى الجليكوز في الدم وتحفز إطلاق الأنسولين نضيف عود قرفة أو إذا لم يتوفر نضيف نصف ملعقة من القرفة المطحونة حيث تقوم القرفة بتحسين مستويات السكر والكوليستيرول في الدم لدى الأشخاص المصابين بمرض سكري من النوع الثاني وتقلل كذلك من عوامل الخطورة وأمراض القلب والأوعية الدموية المرتبطة بالسكر عموما أيضا تقوم القرفة بتحسين مقاومة الأنسولين حيث يصبح الأنسولين قادرا على إدخال الجليكوز الخلايا بشكل أكثر فاعلية طبعا أخيرا سنضيف الماء المغلي على هذه المكونات يمكن صنع أو مضاعفة الكمية نقوم بالتحريك جيدا ثم نغطيه ونتركه حتى ينقع جيدا وبعد 15 دقيقة فقط يصبح جاهز للشرب يتم شربه مع الإفطار أو قبل الصحور في رمضان وفي الأيام العادية يشربه بعد الأكل حيث أن هذا المشروب يقوم بتحسين مقاومة الإنسولين حيث يصبح الإنسولين قادرا لإدخال الجليكوز الخلايا بشكل أكثر فاعلية ويستمر هذا التأثير لمدة 12 ساعة وأيضا يؤخر إفراغ المائدة دون التأثير على الشعور بالشبع وكان هذا وفيديو اليوم لا تنسوا الاشتراك في القناة لايك وأيضا تفعيل الجرس لكي تتوصلوا بكل فيديو جديد في رمضان يوميا فيديو على الساعة العاشرة ليلا بتوقيت السعودية وأيضا السابعة مساء بتوقيت غرينيتش أو بتوقيت المغرب إلى اللقاء شكرا